اكد فضيلة الشيخ الدكتور عبدالطيف محمود آل محمود عضو المجلس العلال الشؤون الإسلامية عن فخره واعتزازه بحضور حفل افتتاح مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسي جمهورية مصر العربية وقال فضيلته ان مركز مصر الثقافي الإسلامي يعد صرحا كبيرا ومنارة ثقافية فكرية ودينية تؤكد مكانة مصر كمنارة للعلم والفكر الوسطي المستنير عبر مر العصور من خلال احتضانها للأزهر الشريف كمنارة يأمها كل رغب في العلم والفكر المستنير من شتى أرجاء العالم الإسلامي وأثنى فضيلة الشيخ المحمود على الإنجازات التي يقوم بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من بناء مصر الحديثة وثمن فضيلته دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي وإرساء دعائم الأخوة والإنسانية والتعايش والحوار بين الأديان ترجمة نانسي قنقر